ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الباحث في الشأن العراقي رئيس تحرير وكالة أخبار العرب إسماعيل الجنابي سيد إسماعيل أرحب بك معنا إلى هذه النشرة كيف من الممكن أن يؤثر رفع الحظر عن السلاح الإيراني وكيف من الممكن أن تسفيد طهران من هذا القرار في تسليح أذروعها المسلحة في العراق نعم أولا شكرا لك ولمشاهدي قناة الحرة قانون فرض السلاح الذي جرى على طهران هو يحمل الرقم 2231 هذا القرار من المفترض أن ينتهي العمل فيه في 21 أكتوبر عام 2020 يفضي هذا القرار أن يمنع النظام الثيوقراطي الموجود في إيران من تسليح الميليشيات التي تخضع لإرادته وتتحكم فيه طهران عبر بوابات كثيرة منها العراق وكذلك لبنان وسوريا واليمن امتناع أحد عشر دولة بما فيها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا حقيقة هذا شيء ملفت للانتباه رغم أن القرار حظي بتأييد دولتين هما الولايات المتحدة الأمريكية والدومونيكان ما نعود إليه من حيث التأثير نعم أن الميليشيات العراقية وكذلك المرتبطة في إيران وكذلك الموجودة في دول أخرى بالنسبة للعراق واضح جليا لدى الكثيرين بأن الميليشيات العراقية هي اليوم تتعكز على إيران من خلال وجودها وهيمنتها على القرار العراقي وما استحواذ الميليشيات العراقية للأسلحة الموجودة والتي كانت صرفت عليها مليارات الدولارات هي اليوم تتحكم بها طهران من خلال ميليشياتها الموجودة في العراق كل هذا حقيقة سيؤثر على وضعية العمل ما بين المجتمع الدولي وما بين إيران هناك من يقول بأن سلاح الميليشيات المسلحة تستطيع أن تحصل عليه بطرق أسليب ملتوية والبعض الآخر يقول بأنه استولت على أسلحة من داخل أسلحة الأسلحة المخصصة للجهاز الأمني الرسمي العراقي فهي ليست بحاجة إلى رفع هذا القرار أو فرضه لديها الكثير من الطرق تمام السيد زينة أنا أتفق معاك قلبا وقالبا في هذا التحليل ولكن هناك من إيران لا تريد أن تبقى تقليدية في تسليحها إيران تريد حقيقة أن يكون لها عمق استراتيجي في المنطقة من خلال التكنولوجيا الموجودة قرار منع تسليح إيران هو بحد ذاته إيقاف عجلة التقدم التكنولوجيا لإيران هنا تختلف النظرية نعم أن الميليشيات الموجودة في العراق هي تستحوذ على تقريبا 75% من الترسان العسكرية ولكن موضوع إيران له أبعاد كثيرة وخطيرة الإيرانيين لا ريدون أن يبقوا تقليديين في المنطقة ولهذا يبحثون عن طرق لإنعاش ترسانتهم العسكرية من خلال التكنولوجيا الموجودة التي تريد وتعمل جاهدة على شرائها بطرق وأخرى من الدول هل تعتقد سيد إسماعيل بأن الدور الروسي سيكون داعم لمحاولات إيران لشرائها أسلحة متطورة؟ بالتأكيد رغم أن المعركة الدبلوماسية خسرتها الولايات المتحدة الأمريكية في أول جولة ولكن يبقى الحليف الروسي والصيني هما يسيران ضمن نسق واحد وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل قانون سناباك الذي بموجبه تستطيع أن تحد من أسلحة إيران المتطورة إيران دائما تبحث عن بدائل لها من خلال حلفائها وهي تجد نفسها هي الخاسر الأكبر ولا تريد أن تقول نحن قد خسرنا اللعبة ولكن يبقى التسلح ضمن محور التحالف هو أيضا يغذي وجود إيران في المنطقة سيدتي هل تعتقد رفع هذا القرار وعدم تمكن الولايات المتحدة من إعادة فرضه على إيران بكم سيدعم النظام السوري في محاولات مده بالأسلحة من قبل الجانب الإيراني عن طريق العراق تمام الموضوع هو موضوع المنطقة وستراتيجية المنطقة والهيمن على المنطقة هناك حرب موجودة رغم أنها ليست حرب في الأسلحة ولكن هي حرب باردة نقل عليها الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان وجودها في العراق الروسية أيضا عززت مكانتها من خلال وجودها في سوريا وهنا يبقى الحقيقة موضوع اليوم هو موضوع الأيديولوجية الموجودة اليوم في المنطقة هناك من يريد أن يخلق أزمة على حساب صناعة القرار في الدول التي تتحكم فيها حتى موضوع التواجد غير الأمريكي في المنطقة سوى كانت دول عربية وأقليمية كل هذا يدعم حلفاء إيران سوى كان النظام السوري وحتى الميليشيات الموجودة في إيران وما جرى حقيقة قبل شهر سزينة في موضوع التفجير المرفأ اللبناني أكبر دليل على أن إيران تعمل جاهدة بطرق وأخرى على إيجاد منافذ أخرى حصلت الولايات المتحدة على دعم وجودها داخل مجلس الأمن وفرض القرار 223 سيد اسماعيل المملكة العربية السعودية كانت لها خطوات مؤخرا في التسليح العسكري هل تعتقد إذا ما رفع هذا القرار عن إيران ستوازي تسليح المملكة العربية السعودية وقد يدخلون قد يكون في تهديد بعضهما البعض في المنطقة سيدة الكريمة الكل يعلم جيدا أنه لا توجد هناك صدقات دائمة ولا عدوات دائمة هناك مصالح مشتركة من يصنع السلاح يريد أن يكون له سوق سواء كانت هذا السوق موجود في الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي أو شرق آسيا أو حتى في دول أخرى صناعة السلاح ليست حكرا على الحكومة الأمريكية ولكن هناك ضغوط حقيقة من قبل دول المنطقة والدول المصدرة للنفط بما فيها المملكة العربية السعودية ودول العربية تريد أن تخلق توازن في المنطقة على حساب دعم القرار الأمريكي إذا قلنا أن السعودية تريد أن تكون لها بوابة لإنتاج السلاح لأنها ستكون متأخرة حقيقة وهناك ربما نظرية أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وحتى سوق السلاح هما يدعمان أن تكون المملكة العربية السعودية في منصف الدول التي تستورد الأسلحة ولكن ليس بتوازن مع أتجار إيران ممتنة كثيرا على حضورك معنا عبر سكايب من عمان الباحث في الشأن العراقي ورئيس تحرير وكالة أخبار العرب إسماعيل الجنابي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة